خلصت دراسة أمريكية إلى أن ظهور أعراض مثل ضعف القدرة على قراءة المشاعر وتكوين الصداقات عند الأطفال والمراهقين مرتبطة بالاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي وهو ما سماه مختصون في بعض الدول الأوروبية بالتوحد الافتراضي إذ تضعف صلة الأطفال والمراهقين بواقعية التفاعل الاجتماعي وتعلم المهارات الاجتماعية والتواصل الأساسية وهو ما يتمثل بأعراض اضطراب التوحد اشتركوا في القناة